في برنامج دردش مباشر مستمرية إلى أن مالك الله سبحانه وتعالى من أجل دفاعاً من دون الله سنة رسول الله لابد أنا أخد هنا وقفة بس كده يعني وقت مستقطع يعني ما شفتش بجاحة بالمنظر ده تصراحة يعني أنا ما شفتش في حياتي بجاحة ودي الإلزامات هي واحد جاي لك البيت بيخبط السلام عليكم عليكم السلام أيها أستاذ نأمر والله أنا عايز بنتك تيجي تحضر فرحنا عندنا عرص فرح وعايزين بنتك تحضره يخي خلي اللي عند أهلك ده فبقول حضرتك تشرفنا أنت وبنتك في الفرح يعني جايزين عايزين بنتك يعني أنت ويكش لازم يبقى إذن شوفوا الطعن الشيعي في النبي أرادوا تفخيمه فاطمة فطعنوا في النبي كمان يعني هي الرواية الغرب منها يا إخواننا لاحبة تفخيمه فاطمة ليه ده يسأل شوف بلاوة في الرواية دي ما نقول لكم الرواية بتورينا العلاقة الغير السوية ما بين علي وفاطمة أصلا مركزين ولا مو مركزين يبقى إذن جاء أشخاصه من اليهود بيقولوا للنبي لنا حق الجيرة عليك إحنا جيران يا أخي لكن معتقد ليس نعاش ممكن بنتك بس تيجي تحضر عندنا الفرح عشان يتزين الفرح بها ما شاء الله حد قال لكم أن بنتي رقاصة وفترقس حد قال لكم أن بنتي للفرجة ده المفروض كلام النبي يعني المفروض كلام النبي يقول لهم إيه يعني وهل ابنتي بضاعة طوى وتشتهى وهل لا زين للفرح إلا بها ها نحن أزل نفهم وقفين غيرتي النبي أولا هن يعني أنا عادي أنت كراجل عائل شيعي كده جيت خبطت على بيت عم والسستاني بتقول له عم والسستاني الله أسلح حالك أنا عارف إنك صنم لا تتكلم ممكن ناخد بنتك اللي عايشة في لندن عندنا حفلة اليوم عشان بس يعني نتبهى بها ونتزين بها زي اللي أنا الفرح عم والسستاني الصرم هينطق ساعته يعني الصرم اللي ما بيتكلمش ده هينطق ساعته فييجي بقى ايه في الرواية عزاكم الله يقول النبي ايه فقال صلى الله عليه وآله إنها زوجة علي بن أبي طالب وهي بحكمه ما شاء الله يعني إذن لا أمر من النبي على ابنته إلا بموافقة عليه إذن نفينا أن يكون علي نفس النبي قل نفسك هنا عم الشيعي ومش كالنفس النبي علي لين النبي هنا أراض وقال هي ليست بحكم الآن ولكن بحكم بعلاها علي بن أبي طالب ها طيب وبعض قل لي ايه أصل الاثنين واحد بعد كده واسألوه أن يشفع وسألوه أن يشفع إلى علي في ذلك يعني قالوا للنبي طب روح لعلي وتحيل عليه شوية تمام عشان يجيب مراته فاطمة لينا في الفرح عشان يعني الفرح يتزين به وقال لك هنا أخواننا لاحيب بها وقد جمع اليهود الطم والرم وقال لك الطم والرم عشان ناس اللي مش فاهمها شرحوها هو في الرواية قال لك طم أو إذن الصرى والصوية أو كل ما يخرج من البحر الطم وهما يخرج من الأرض الرم هنشوفها دلوقت من الحلية والحلل وظم اليهود أن نكمل خمس مئة تسعة وتلاتين فاطمة تدخل عليهم في بزلتها يعني مستنين فاطمة وأرادوا استهانة بها يبقى هم مستنين فاطمة بعد ما طلبوا وقالوا لشف علينا عند علي وأرادوا الاستهانة من مين بفاطمة نقر النهاردة ايه يا عم أشرف في ايه ما فيه ما بين السطور كلام ما احنا مش هنقف عنده ده يا بوادي ما شاء الله مليئة بالإلزامات ترجمة نانسي قنقر